اهلا بحضراتكم مرة تانية ويمكن يتكلمنا بعد الاخبار ان عودة الدوري بكرا ان شاء الله كلنا كنا منتظرين القرار دوت بفارغ الصبر كل عشاء الساحرة المستديرة وكل مشجعي الكرة في مصر كانوا منتظرين فعلا عودة الدوري بكرا الدوري هيعود وهنتكلم على عودة الدوري مع اتنين من ديوفنا الكبار على مستوى النقد وعلى مستوى التدريب معنا النهاردة وبنرحب معنا في البيت الكبير بالاستاذ سامي عبدالفتاح طبعا الناقد الرياضي وفي جريدة المساء بنرحب بك فندم اهلا بك معنا في البيت الكبير سيد وجودك ربنا يخليك والكابتن احمد سامي انت كابتني حبيب بنرحب بك يا كابتن معنا وهنتكلم النهاردة على عودة الدوري بشكل كبير جدا وفي نقاط كتيرة جدا اهلا بحضراتكم مرة تانية وكنت برحب بالاستاذ سامي عبدالفتاح الناقد الرياضي لكن كمان بنقولك مبروك يعني عضوية لجنة ضبط الاداء الاعلام الرياضي بالمجلس الاعلى للتنظيم الاعلام اه بنقولك مبروك وسريعا اللجنة دي ايه بتعمل ايه وحضرتك كمان دورك ايه فيها ان شاء الله طبعا اللجنة دي تشكلت ضمن التشكلات الجديدة للمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام برئاسة استاذ كرم جابر كاتب الصحف الكبير اه بلدوم اه 12 لجنة اللجنة لضبط الاداء الاعلام الرياضي واحدة من ال 12 برئاسة الاستاذ اه اه سامي بزيد معايا في اللجنة استاذ صلاح دندش وكمان الدين رضا عبدالخالق اه مهمة اللجنة دي يعني احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم فيها طبعا ضبط الاداء المهني في الاعلام الرياضي بشكل عام بمحافظ على القيم الرياضية وقيم المجتمع المصري وأخلاقيات الرياضة يعني إحنا مش بعيدين عن المساك الأولمبي يعني هناك خليط من أخلاقيات الملاعب وأخلاقات الإعلام اللي إحنا محتاجينها جدا في الفترة الحالية طبعا بنتعامل مع قنوات تلفزيون، صحافة، مواقع رياضية بيهمنا أكثر من إحنا نرصد المخالفات في هذا المجال إن إحنا نرصد إيجابيات ونشيد بيها ونبرزها للمواطنين بشكل عام وطبعا هيكون مع الإشهادات في المقابل في عقوبات لكن طبعا إحنا مش عايزين نسبع الأحداث يعني لا ده أنا في رأيي لجنة مهمة جدا 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 طبعا هي لجنة يعني عايز أقول إنها كل اللجنة متخصفية 12 لجنة 12 لجنة متخصصة يكاد يكون لجنة أداء الإعلام الرياضي هي الوحيدة يعني ذات صفة خاصة جدا يعني مثلا في لجنة دراما موجودة وفي لجنة أخرى نوعية مع التطور الإعلام الكبير الموجود دلوقتي لكن ما فيش مثلا إعلام الرياضي بشكل خاص أصبح الإعلام الرياضي أصبح مهم جدا 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 وحساس لإنه مرتبط بالجماهير وعيش كالجماهير للرياضة وقرد القطب بشكل خاص طبعا المهمة اللي جاية مهمة طبعا أنا عايز أقول إن دي اللجنة دي مش جديدة اللجنة دي كان يعني نسخة جديدة من اللجنة سابقة كان بيرقصها استاذنا كان فيها استاذنا حسن مستكاوي وآخرين فكان يعني اللجنة مهمة جدا نتمنى إن هي توفق في ضبط ضبط الأداء الإعلام الرياضي اللي هو محتاج فعلا إن ينضبط شوية مش هتلاقي عندنا في بيت الكبير ولا قناة النادي لها لأي مخالفات لإن إحنا عادنا نفسنا كابتن أحمد إن إن شاء الله إحنا بنقدم إن شاء الله إعلام محترم محتوى محترم بنحترم المشاهد بنحترم قراءه مفيش وزي ما قلت يمكن بداية القناة حيكون كل أسرة متطمنة أن أولادها بيتفرجوا على قناة النادي الأهلي مفيش لفظ خارج حتى لو اتنائحنا هيكون في إطار الأداء بالعامة للحوار وده إن شاء الله بتوفيق طبعا لك استسامي في اللجنة دي وإن شاء الله يعني بإذن الله ما تلاقيش مخالفات كتير والإعلام الرياضي كمان يكون يساعد الرياضة مصرية إن شاء الله ده منهل كل القنوات وكل المواقع وكل الأقلام يعني ده مهمة مش سهلة الحقيقة يعني بدون مساعدة من الجميع يعني هيحصل إحباث كبير جدا لا إن شاء الله كابتن أحمد برحب بيك مرة تانية طبعا لعب النادي الأهلي السابق والمدرب أعتقد من المدربين الواعدين والمدربين الجديين اللي ممكن يكون حظه إلى حد ما يعني حظه وحش لكن برحب بيك كابتن أحمد معنا في البيت الكبير في النادي الأهلي وبنتكلم على عودة الدوري بص يعني إيه رأيك الأول في قرار عودة الدوري نفسه القرار القرار مهم جدا يعني كلنا بنطالبين أنت خلي بالك لما يكون أنت شغلتك وقفة بقالها كتير أول ما بترجع بتفرح بغض النظر بقى عن عن أي حاجة لكن حتة النرجوع الدوري كل الناس مستنيها الدوري بكر يعني نشوفك يعني كان فيه كان فيه مطالبات ده موسم جديد ويتأجل شوية خلي بالك كانها بيه ليس سلبية لأن الفرق اللي بتلعب في أفريقيا هتبقى فيها مشكلة كبيرة جدا طبعا كان هيبقى فيها مشكلة كبيرة جدا يعني دي بفتر التجهيز للفرق دي تلعب في أفريقيا وزايد أن بتحافظ على نظام المسابقة اللي بدأتها هتنهيها ويتعرف مين اللي هيخد الدوري ومين اللي هينزل درجة تانية يعني كل الحاجات دي مهمة جدا أن أنت بالنسبة لك كبلد وأنت بتحافظ على استثمارك أن أنت الدور يكمل وخصوصا أن أنت المفروض يعني ايه حتى قلت كابتن ويمكن أستاذ سامي كان بوفقنا نفس الرأي أن رياضة بقت وخاصة أن قرط القدم بقت صناعة وزيها زي أي صناعة موجودة لازم العجلة تدور ولازم يبقى فيه فيه نشاط رياضي وخاصة أن قرط القدم يمكن هي اللعبة الشعبية الأولى هنتكلم كرة نبدأ نتكلم كرة الدوري بكرة والناس مستنية هنقول برضو عشان نفكر الناس يمكن بعد غياب أكتر من خمس شهور نفكر الناس برضو بجدول الدوري جدول الدوري المصري اللي إن شاء الله هيبدأ بكرة طبعا وكالعادة وإن شاء الله ربنا ما يقضحها عادة بإذن الله النادي الأهلي في الصدارة النادي الأهلي لعب 17 مباراة عنده 49 نقطة في المركز الأول المقاولين العرب لعب 18 مباراة في المركز الثاني ب33 نقطة بيراميدز لعب 18 مباراة عنده 32 نقطة نادي الزمالك لعب 16 مباراة وعنده 28 نقطة في المركز الخامس نادي الاتحاد السكندري ب17 مباراة وعنده 27 نقطة المركز السادس سموحة ب18 مباراة وعنده 25 نقطة امبي في المركز السابع وعنده 25 نقطة لإنتاج الحربي بعد 17 مباراة 23 نقطة نادي الإسماعيلي المركز التاسع بعد 18 مباراة بيصل لنقطة 22 نادي المصر البورسعيدي 16 مباراة حصل فيها على 20 نقطة في المركز 11 نادي الجونة ب18 مباراة و20 نقطة نادي حرس الحدود مركز 12 بعد 17 مباراة ب19 نقطة أسوان المركز الثلاثتاشر بعد 17 جولة بيصل لنقطة 18 نادي طلاق الجيش بعد 19 جولة حصل على 17 نقطة طنطة في المركز الخمستاشر بعد 18 جولة ب16 نقطة ودي دجلة في المركز الستاشر بعد 18 مباراة ب15 نقطة ونادي مصر المقصة بعد 17 جولة عنده 14 نقطة وآخر المراكز في ترتيب الدوري أو جدول الدوري نادي افسي مصر بعد 17 جولة عنده 11 نقطة ده كان جدول الدوري يا كابتن أحمد وزي ما انت عارف ان الاتحاد الكورة بدأ هنبدأ الأسابيع او هنخلص المؤجلات الأول المؤجلات اللي هي عندنا مؤجلات كتيرة جدا جدا عندنا مباراة هتبدأ ان شاء الله بكرة لكن قولي قبل ما يبدأ ونشوف الترتيب المباراة وجهة نظرك الشكل العام هيكون ايه لبداية الدورة بعد التوقف الكبير بص يعني الشكل العام هتلاقي الأهلي وهتلاقي الزمالك وهتلاقي بيرامتز هتلاقوا مستوياتهم مرتفعة عن بيئة الدورة ليه اللعيبة اللي عندهم كلاس ايه شوية يعني بيتلايهم في التمرين في البيت التوقف الكبير هتلاقي اللعيب واخد باله من نفس واخد باله من الوزن غير برضو الباقي انا ما بقللش من الباقي بس كان برضو كانت التوجه العام او التوجه للعيبة او كلام مع اللعيبة ان الدورة هيتلغل ففي ناس في أندية كتير جدا كان مواصل يعني للعيبة معظم اللعيبة ان ما تيش دور اه وكانت كمان خلي بالك كان في برضو عدم انتظام من اللعيبة ان كان بتلعب خماس كتير وكان في دي مشكلة كبيرة جدا في الفترة بتاع التوقف برضو لكن انا من المستوى الفني انا شايف ان هيبدأ الدوري زي ما زي ما كان فترة اعداد ويبدأ الدوري بشكل فني هيبقى بالتدريج بس اللي هيجري هيبقى مستويات مرتفعة عنهم هم التلت اندين اللي انا قلتلك عليهم الاهلي والزمالك وبيرامد هو تعتقد ان دول هيبقى بدايتهم اقوى شوية من معظم الفترة اه بالضبط رؤيتك يا استه السامي برضو سريعا كناقد رياضي كبير متابعتك للاحداث اللي حصلت بعد قرار الدولة اللي انا في وجهة نظر الشخصية كان قرار جريء جدا وقرار عظيم ان استئناف الدوري مرة تانية انا استعير هنا بكلمة قالها دكتور وزير الشباب والرياضة عشف صبحي بان ده مش شكل الدولة شكل الدولة ويعني مهم جدا ان قد انطباع الدولي ان مصر قادرة على انها تعيد الحياة من جديد لان قرار التخص ضمن منظومة عودة النشاط في الحياة والحياة بشكل عام النشاط الرياضي عمد الرياضي والاقتصادي يعني ما كان عودة السياحة في نفس الوقت تقريبا يعني ما كانش ينفع مصر تغيب عن السحر الرياضي السحر الرياضي النهاردة موجودة يعني النشاط الرياضي موجود في العالم كله فطبعا دي يعني الدكتورة عشف صبحي شاف لنا هذه الحياة وانا عايز اقول في النقطة دي بالذات ان معظم الأندية كانت يعني كان حوالي تقريبا 14 منها دي رفضين لعودة الدوري لأسباب مادية بحتة مش أسباب لا خوف من كورونا ولا غير كورونا لأسباب مادية بحتة ان هي هتبقى هي عندها مشاكل نسب مشاركة لازم تتفحل اللعيبة حسب عقدها يعني هتختم الموسم بدفعة أو دفعتين هم كان عايزين نفليتهم من هذا الالتزام عشان ربما ما كانش عندهم موارد كويسة فبالتالي يعني ده حقيقة يعني بستطلع رأيي مع أكثر من المسؤول في الأندية دي يعني قال لك احنا نجيب منين يعني فكان هو دي دي بس الدولة ساعدت يا أستاذ سامي انهما حتى المساحات والإجراءات الاحترازية وكل ده اعتقد اللجنة الخمسية اعمل بدون كويسة ساعدت كتير والوزارة ساعدت كتير والوزارة الشباب طبعا بالزبط يعني فبالتالي يعني يعني قربوا الخسائر شوية والنهاردة يعني انت اما نشوف ان اهمية ان انت تدي بلدك انطباع جيد على المستوى العربي والافريق والدولة ده نقطة مهمة جدا نساوي ملايين يعني فطبعا اذا كنا بنتكلم بقى عن ناحية الفنية انا بضم يعني رأي كابتن احمد ان فعلا البدايات ستكون يعني بطيئة شوية باستثناء الاهل والزمالك والبورميدس لانهم عندهم حافز كمان اكتر انا عايز اضيفه انهم بتشتغلوا في افريقيا شغالين في افريقيا وعلى وعد قليل جدا من بطلتين مهمين جدا دور الابطال والكونفدرالية ده بيخلي اللاعب يعني يحسب مسئولية اكبر والمدرب كذلك يعني المسألة مش محتاجة هزار في الفترة يعني انا رغم ان مثلا ناس زمالك هو هفتتح بكرا الدوري انا متوقع انه اقدم مطشق جدا وهو حتى في اداء في الممارات التجربية يعني اقدم مستوات عالية هنشوف الاهل كمان عمل مطشق تجربية وحيقدي اداء عالي في الممارات فبالتالي يعني البرامز مع اهل وزمالك هيكون فيهم انفارقين هم يعني دول الابدل الابدل البقية مع كل احترام للجميع طبعا محتاجين وقت شوية عشان يستعيدوا اضيف عليهم كمان نادي المقولين العرب اللي هو كان اصلا بدي بداية كويسة في هذا الموسم ويحتل المركز التاني واللي عنده حافز كبير جدا انه يكون ضمن المشاركين افريقيا المسلم القادم صحيح طب كابتن احمد طبعا لعيب كبير ومدرب اشتغلت كتير في الدور المصري وعارف طبيعة اللاعب المصري وعارف الاجواء اللي بتحييت بالدور المصري كسفتك مدرب او فني نتكلم من الجزء الفني اكيد المشاكل اللي هتواجه او واجهة المدربين فيه انك تعيد تاني اللاعب الى الحالة البدنية الملأمة نقدر نقول والحالة الفنية الملأمة دي اكيد صعبة بصة كابتن احنا ما نحسب في بعض الاندية بدأت واحد سبعة يعني حوالي عنده حوالي خمس اسابيع الخمس اسابيع دي احنا بتكلم على المؤجلات انت ماك خمس اسابيع عشان تبدأ الدور وفيه ناس هتبدأ فيه اندية هتبدأ خمستاشر وستاشر تمانية يبقى عنده شهر ونص فترة كافية جدا بس الحاجة السلبية اللي انا شايفها ان الاندية تلعب مطشات وديه كتير جدا مطشات وديه كتير اه وده مش مزبوط يعني انا انا ما بشوفش يعني يعني مفروض ادرب وفي الاخر انا باخد نتيجة معينة انا بطالبها من لعيبة او او اوصل بالحال بدانية معينة فبدي مؤشر في مطش ودي لكن انا بشايف يعني فيه فرق كل ثلاثة يام مطش بتلعب خمس اشواط وبتلعب ستة اشواط لا الموضوع انا شايف دي حاجة سلبية نواح الفنية نواح الفنية اه لكن انا شايف المستوى لا المستوى الفني بالنسبة لي هتلاقي الفرق اللي بتنافس على الهبوط من تحت لغاية اللي عايزين يوصل له المربع هتلاقيه مختلفين قبل الكرون هتلاقي مختلفين من الاداء الفني والبدني طبعا والبدني طبعا لكن خلي بالك البدني يا كابتن نهاني مش هيتقاس باول مطشة او مطشية اه طبعا يعني اي حد بيكتب يقولك الفرقة مثلا بعد مطش الاول اي فرقة الفرقة دي فايقة بدنيا وكلام هيتقاس بعد دار ثلاثة او اربع مطشات هيتقاس المستوى البدني بتاع الفرقة لان ما بتقاس ما بتقاس دايما في المطشات الاولانية لان فيه دفعة قوية فيه بيبقى فيه روح شفنا على مستوى البريمان ليج حتى بعد عودة البريمان ليج تحس ان المباراة لا ده مش ريتم للدور الانجليزي في اول مطشين ثلاثة لكن رجعه سريع يعني الريتم بدأ في قناة النادي الاهلي وكان قبل الهواء يعني كنت بتكلم مع عودة الدور ورأيك ايه فقال لي طبعا قرار عظيم لكن ليه 8 اسابيع وليه 6 اسابيع فترة اداء يعني كان فانا قلت له انت كنت تتمنى يكون الموضوع اسرع قال لي اوروبا قرروا في خلال وقالوا في خلال 3 اسابيع الفرق كلها تكون جاهزة فهو كان شايف ان فترة ان بعض وده من يعني طبعا حدركوا استاذ سامي قلت ان كان بعض الناس بتعطى لحتة ديت وبعض المدرين الفنين يقول لك لا انا محتاج 8 اسابيع علشان الناس واللي تخل ما هو كابتل ما هو ليه كابتل بيقولوا كده ما هو ليه عشان ما كانش فيه نظام صارم على اللعيبة في البيت وانا بقولك فيه اندية هتفرق معاها جدا لانا كان اللعيب يعني انت بترجع لكمان شخصية اللاعب طبعا هو دايما عايز يروح المنتخب عايز يحترف برا ما هتلاقي النوعيات دي موجودة اه في الاندية دي بس الاكتر في عندية الاهلي وفي عندية الزمالك وعندية برميت ستليهم موجودين وعندهم الطموح اكتر فعشان كده بيشتغل على نفسه أنا تبعت فيلر في التصريح اللي قاله لحضرتك في حول كسر مدة العودة بس هو انا هو واخدها برؤية اوروبية بحتة يعني 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 يكون مش حاسسها بالنسبة بقى الفرق زي ما بقوله الكابتن احمد يعني الدوري مش اهل وزبالك وبرميت زوفاس يعني فيه ناس تانية بعيدة شوية بعيدة شوية عن الفكر يعني الفكر الاحترافي في الملعب يعني انا مش هتكلم في التدريب كتير لكن طبعا لا يمكن مكلمة اللعيبة لا مدربين لا مدربين بتاعت الاندية كلها لناسهم كويسة جدا ومعترف انت بتتلم اللعيب نفسه اللعيب نفسه قد ايه يعني تشبعه بالالتزام والالتزام بالتعليمات والحماس انه هو يبقى في الطب يعني والحفاظ على مستواه دي كلها معايير يعني نعترف انها مش موجودة عندنا بقدر كافي يعني صحيح طبعا فايلر كان بيكلم بانه مدرب النادي الاهلي يعني واحترام لكل المدربين الاخرين يعني لا يعني انا كمان كنت نقشته في النقطة دي فقال لي هي محورين انت محور على اساس انك بتدي خلص ثلاث أسابيع الدورة هيبدأ فانت بتساوي بتساوي الناس كلها لان بتديله كل الناس بتاخد مهلة واحدة والجزء اللي تكلم فيه كمان انه هو انك تخلص المسابقة بقدر كمان شوية يعني قصة انك هتلحم موسم مع موسم وما هيكون في فضاة راحة فقال لي ياخد فيها حتى نص المدة اسبعين او تلاتة تضاف فكان ليه وجهة رأي يمكن تحترم جدا لكن بتوقف عليها عوامل عوامل فيه حاجات كتير والاجراءات ويعني اجراءات المسحات وفيه ناس كمان مش متعودة على الحاجات دي كابتناني وكان فيه بيحصل اصابات كتير وفيه ناس بتوقف 15 يوم يعني انا عايز اقول لك انجاز ان برضو ان الدوري يرجع انجاز طبعا وكمان كابتنان احمد على مستوى المنتخب ليه داني ما بننسى المنتخب ان كمان عودة الدوري وان اللعيبة بتخش في فورمة المباراة ده حيساعد كمان منتخبنا القومي عندنا منتخب الولمبي برضو عنده مهمة يمكن يتأجل منتخب العسكري عنده بطولة عسكرية كبيرة فبرضو افضل اعداد لمنتخب مصر طبعا وكان اغلاقكم برضو كابتن حسام بدري يعني من ساعة ما بسك الفترة صعبة جدا الفترة صعبة جدا وخلي بالك هتأثر برضو في اللعيبة الموضوع ما يبقاش متاخد سهل كده في لعيبة مش هتبقى جاهز 100% برنامج المنتخب تأجل شوية برنامج تأجل تأجل شوية طبيعي حظ انت بتكلم في القماشة اللي معاك اللي هتستمر معاك يعني ما شايف يعني ان برضو فيه لعيبة تأثر بإصابات الفترة الجاية اللي ما اشتغلتش على نفسها في الفترة اللي هي فيها التوقف اه إصابات عضلية عضلية بشكلة وبآخر يعني العملية وده شكناها برضو بعض اللعيبة حتى الدوري الألماني الدوري الإنجليزي شوية ده طبيعي ده طبيعي طبعا طبيعي بس مش عايزين يبقى العدد كبير طيب كابتن أحمد شايف جدول الدوري ازاي احنا عرضناها على حضرتك وفرص ان شاء الله طبعا فرص النادي الأهل هي الفرص الأقوى للحصول على البطولة لكن خلينا نتكلم في الحرب اللي تحت شوية ويمكن انت كان عندك كان عندك تجربة السنة اللي فاتت مع عطاقة افسي مصر النجوم فريق النجوم و عارب الضبط كاراكتر اللعيبة وازاي كنت كمدير فني بتتكلم معهم انك حتة الصراع على الهبوط دي تساعات بتبقى أصعب كتير جدا انك تحافظ على القمة يعني مشكلة في برضو الأندلة بتطلع من تحت الفوق بسرعة بتبقى بتغير الفرق بتغير لعيبة كتير تحضرتك طبعا لعيبت وحترفت بره كابتن انا عايز اقول لحضرتك انت بتشوفك فرقة كان بت مثلا في الدول الألماني بتبقى تطلع من الدرجة الأدنى بتطلع للبونزليجا يعني ايه بتلاقي ايه بتاخله الدوري زي وحصلت قبل كده صحيح اه حصلت قبل كده لكن اعنا عندنا اول ما بتطلع بتغير الفرقة كلها بتقول لك انا عايز اجيب اللعيب المتمرس في الدول الممتاز زي ازاي ما فيش الكلام ده طبعا انت بتحافظ على يمكن انا عايز اقولك ان نادي مصر والمقصة ووادي دجلة وطنطا وطلع الجيش واسوار وحرس الحدود والجونل انت بتتكلم في تسع بونت ها انت بتتكلم من المركز من مركز الحامس انت بتتكلم المركز الخامس سموحة عنده خمسة وعشرين بونت وبتتكلم المركز الستاشر وادي دجل عنده خمستاشر فبتتكلم في عشر. لا من اخر الدول. اه من اخر الدولة. اه من اخر الدولة. مسلا للجونال حداشر حوالي تسعة بونت. تسعة بونت. موضوع وكان ده هل بقى لك كل اربعة ايام ماش فانت لو ما عندكش رفاهية انت بعد كده عايز تلحق نفسك. انت في الفترة دل الوقتي ان انت تجاهز نفسك كويس قوي. لانك عندك كل اربعة ايام ماش. لاما بالنسبة لك الموضوع يرجع قوي. صحيح. وانت عارف انت عارف ما بيحصل الخسال بتحصل مرة واحدة. لاما تبقى انت محافظة على حيطة الاتزان في الشغل الفاني يعني. بست سامي برضو مع النظرة كده للجدوى للدوري مصر المقص على سبيل المثال. اه عندك طلاقة الجيش. اه اه هنتكلم على تجربة اسوان لان تجربة خاصة جدا لكن مصر المقصة طلع الجيش مركز 14 مركز 17 اعتقد لا يليء بامكانيات الفرقتين دول طلع الجيش عندهم امكانيات كبيرة جدا. ان دي مصر المقصة كان دايما معودنا ان هو في. حقيقة مصر مقصة ذات عامل لي عنه من انت تفهام. يعني من الفرق اللي كانت في الخمس مواسم الاخيرة يعني على طول خامس رهابع سادس بي كتير اوي. اه بيصدر لعبة عالية جدا للمنتخب والاندياء الاخرى. ففجأة نزل هبط مرة واحدة المستوى. يعني ده ربما لعدم مستقرار في الاجهزة التدريبية اللي كانت موجودة في السنة الاخيرة. فطبعا يعني مكانه في المركز قبل الاخير ده. يعني مهدد بالهبوط بشكل مباشر. لا يليك ابدا باسم الفرقة الكبيرة. طبعا برضو نفس الشيء اللي طلع عالجيش. اللي كنت اتوقع ان يكون يعني منافسين برضو المربع الزهبي هذا الموسم. وادي دجلة عنده مشكلة كبيرة جدا. اه انه يعني يعني هستخدم لفظة صحفي مثلا. هو بوشين يعني بوشين في الدورة. يعني مش 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 وصف فني. نما يعني يعني منشوفه احيانا مميز جدا. واحيانا ضعيف جدا. يعني بيقوا بيجيب اجهزة اجهزة تدريبية كويسة. اجهزة تدريب كويسة. لما في ايه المشكلة الحقيقة ايه بالزبط. ده يعني ربما انه يعني القائمين عليه ناس بتوع صناعة. اه طبعا. يعني ماجد سامي من الناس المميزة جدا. بتوع صناعة. ولجم يفهموا يعني المشكلة فين عشان يعني يعني بقى. النهاردة انت بتدير برا وفي اوروبا وبتدير هنا آآ كورة. هنا وهنا كورة. فانت ليه الموقف الفرقة تدهور بهزي بهزي الصورة. آآ جاوب لنا على الاجابة دي عشان نستفيد منك يعني يعني. يعني في عندك اجابة اكيد. لان هو طبعا انا حكاة هتة النبوشين دي او بحلتين. انا مستقربها يعني. لا انا لي يعني عن تفسير لجزء لجزء فني ويشترك معي الكابتين احمد فيه. ان وادي دجلة كان عايز يقوم بتجربة خاصة جدا. اللي هو آآ الشكل الجمالي. الاداء الجمالي للفريق. دي نمر واحد. آآ. مع آآ متوسط اعمار لعيبة صغيرة جدا. مع آآ نتائج. ده ده كان المحور الاساسي اللي اشتغل عليه ماجد. وتوحيد طريقة اللي بمسلا على مستوى الفريق الاول. المدرسة. كويس جدا. ده حالة كويسة جدا. ده ده فكر كان. انا في اعتقادي فكر هايل جدا. محتاج لونج فلان شوية. محتاج ربع خمس سنين عشان يظهر. ده بس هو وصل يا كابتا. آآ. يعني وصل للحلاوة في الاداء. آآ. عنده مشكلة بس. عنده مشكلة في التاكتك بتاع كهين بتاع تاكيس. مشكلة دفاعية بحتة. والكورة معاك. ازاي يرجع ياخدها. بس ما بتقطع كورة بيبقى مفتوحين مدارة كبيرة جدا. بمساحات بشكل كبير جدا. فتكمل المشكلة كلها. ان انا عايز فروت كويس قدام. يخلص العجمات لانه بيوصلوا بطير لجون. وفي نفس الوقت لما تقطع منها. في مدافعين سراع ورا. ما كانش فيه موجود الكلام ده. يعني على المستوى التاكتك الدفاعي. كان فيه مشكلة كبيرة جدا. عند نوادي دجلة. لكن. انا شايفهم فرقة بالنسبة لي. آآ. ممتعة. بتلعب كورة حلوة. بتلعب كورة حلوة. فهو آآ. استاذ سامي هي الفكرة. آآ. انك تعمل التوليفة. كلنا كنا بنستمتع بأداء دجلة بصراحة. آآ. يعني. كشكل بلعب كورة حلوة قوي. ازاي بتبني من تحت. بشكل كويس. بس ما وصلت النتائج دي. هي بقى موضوع النتائج. موضوع النتائج. وحن. رجعنا فيه. لان فعلا. ودي دجلة من الناس اللي شغالة بشكل كويس. بشكل احترافي كبير جدا. ونقدر نقول لو اي مدرب كان مر بهذه النتائج. في اي فرقة تاني. كان ماشي بعدها. بشهر او بشهرين. لكن. انك بتعمل بلان. وانك بتعمل كورة شكلها جديد. وانك بتقدم حاجة جديدة للكورة ده تحترم. لكن. على مستوى النتائج. احنا شايفين زي ما بتقول ودي دجلة. يمكن. عنده مشكلة كبيرة جدا. حصل سال فتك. كده مردو. احنا نشوفه يعني في المتشاط الجاية بشكل افضل. وتاكيس مشي. آآ. وستكين مدرب بنفس مدى تقريبا مدرب يوناني. يعني. غيروا الاستراتيجية بتاعيتهم بقى. وشوفوا. مش هينفع اتغير استراتيجية. اه. اسلوب اللعبة دي هيبقى موجود. اه. يعني هو. اه. نفس القصة هي هي. مش هينفع تغير بعد سنتين مع تاكيس. تغير التاكتك خالص. طبعا بيتوقف على كمان الاستاتيك والارقام. يعني برضو الارقام بتقوم بدور كبير جدا جدا. لتقييم الدوري. وانت كابتن احمد اكيد عارف اللي حتة الاستاتيك دخل بشكل كبير جدا. رجعنا مع حضراتكو. تقرير محترم جدا نشكر فريق الاعداد عليه كابتن احمد. ارقام مهمة. طبعا. واعتقد الارقام بتبقى مهمة في. اه. يعني خاصة للمدربين. الناحية الفنية بيشوفها بشكل ازاي. قلنا الارقام بالنسبة لك بتمثل ايه كمدرب يعني. هو بالنسبة للارقام هي. يعني هي بتديك مؤشر. سواء على الماتشاط اللي انت لعبتها. بتديك تقييم على اداء اللعيبة بالنسبة لك. سواء انديفيدوال بقى لعيب بشكل فردي. او بشكل جماعي. وايه مشاكل اللي بتحصل. سواء بقى تحركات اللعيبة. سواء مكمس باص. سواء. يعني في حاجات كتير جدا. بتبقى انت مهتم تعرفها. وخلي بالك يا كابتن هاني. الحاجات دي بتفرق جدا. كان زمان قبل الموضوع شركات التحليل الاداء. سواء. كان الموضوع كله. بتيجي انت بتشرح للعيب. على الفيديو. وتتفرق وتقطع. لكن الموضوع بالورقة اللي موجودة دي. بتسهل لك كتلك امور كتير. ووضحت للعيبة مشاكله كتير. كان الاول ما كانش. الاخطاء بتبقى بين الناقب اولا. هكامل مع حضرتك كابتن احمد النقطات دي. عشان مهم جدا. بس معنا تليفون. طبعا الكابتن خالد ماهدي. مدير الكورة بالانتاج الحربي. مساء الخير يا فاندم. اهلا بحضرتك. مساء الخير يا كابتن هاني. وسلامي للمحطرة من كابتن احمد ثامي. والكابتن ثامي. طمنا برضو الاول على حالة طبعا كابتن مختار مختار. يعني هل كابتن مختار مختار تعافى بشكل كامل. ان شاء الله. وهل شارك في التدريبات بالنسبة لفريق الانتاج الحربي. بعد ازنا كابتن هاني ليه تعليق بسيط بس على الارقام والاحصيات اللي فعملت. تفضل. ممكن بعد ازناك ممكن اقولها. اه طبعا تفضل فاندم. وهكتبها كمان عشان ما ننساش. تفضل. اه احمد احمد شديد اناوي لعب سبعتاشر مرار من سبعتاشر مباراة. طو من اكثر اللاعبة مشاركة في الداول المحط. ومن افضل من افضل الاسيست من لاحة الشمال. من افضل الاسيست ومن افضل الباكليفت اللي موجود في الدول المصري. دي بس يعني حابب بس ان انا وضح لانهم قالوا اسم تاني خالص. لا طبعا احمد على فكرة من اللاعبة المميزة. السنة اللي فاتت مع الانتاج الحربي. ولعب الماتشات كلها بردو. ولعب الماتشات كلها. ماشاء الله اه يعني عمل ريكورد ماشاء الله وكمان اداء على مستوى كمان للهجوم. انا متابع بشكل كويس بيقدي بشكل هجومي. وعمل اسيست من لاحة الشمال اكتر اكتر من رائع. طب منا بقى على الكابتن مختار مختار. الكابتن مختار الحمد لله كان موجود مبارح في التمجين مبارح. بس هو منزل في الملعب. والمهاردة كان موجود. كان بردو يعني قاعد موجود بره. لسه بردو هو بإذن الله الحمد لله. الحالة بدأت يعني تيبه كويسة جدا الحمد لله. وتحسن عن سطر الأخيرة. وكل شغله طبعا وتعليماته مع كابتن مجدى عبدالعاطية. اه طبعا كابتن مجدى عبدالعاطية كمان. يعني طبعا ده المدرب السابق لفريق أسوان. ومن الشخصيات المحترمة جدا. وهو صديق شخصي وعمل اعتقد لفتة طيبة جدا. انه هو يمكن رجع يشتغل مع كابتن مختار كتير جدا. ورجع الانتاج الحربي كمدرب عام في الفترة اللي جاية. ان شاء الله يكون موجود كمدرب عام للانتاج الحربي. اه دي حاجة تحسابه بصراحة. انه الرجل بعد ما بيبقى يعني مدير فني أو كده. بيبقى صعب انه يشتغل مع اسمه. يكون اسم كبير ممكن انه يشتغل معه. فطبعا كابتن مختار كان من اول الناس اللي هو مجدي كان موجود معاه. صحيح. لما كابتن مختار عرض عليه. يعني الامر قال له انا اعايز اتاعد بأي وضع. طبعا كان برضو موجود معنا في الفرقة وفي النادي. فبرضو احب يرد الجميل للموديل الفني وللنادي الانتاج الحر. طبعا شيء يحسب طبعا لكابتن مجدي وكمان بينضم لمنظومة اي واحد. طبعا يتمنى الانضمام لمنظومة عسكرية. وكمان كابتن مختار زي ما انت قلت تشتغل مع مجدي كتير. ومجدي كمان عنده رؤية وعنده عارف اللعيبة بشكل كبير. فهيبقى خلاص الانسجام تام وهيخش الفرقة بسرعة. دخل من اول يوم. بدأ يعني بدأ. دخل ثلاث ايام موجود من اول. من بعد مكالمة التلفون اللي تمت. كان موجود في التمرين واشتغل. وده كان ثلاث تمرين اللي هو النهاردة موجود. وعندنا تمرينة بكرة بإذن الله في الفجر بكرة بإذن الله صباحي. هنتمرن بكرة ومسائي. يعني بدأ الامور تنضغط شوية بعد رجوع عاودة اللعبة النهاردة. اول يوم من عشرين يوم من اللعبة النهاردة الحمد لله. اللعبة تكتمل للصفوف. لانه دي الانتاج الحربي. عاد لعيب واحد هيعمل مسحة بكرة. وهو ما كانش عمل يعني كانت أكثر. فهيعمل بكرة بإذن الله المسحة بتاعته. ويبقى كده الانتاج الحربي بإذن الله يعني. الفريق صفوفه رجعت وكتمل الثاني بإذن الله. طبعا نتمنى الشفاء للجميع. وخاصة كان فيه حالات كتيرة جدا موجودة في الانتاج الحربي. لكن حضرتك بتطمنى طبعا على كابت المختار. وعودته للتدريبات مرة أخرى. وكمان الحمد لله كل المسحات الأخيرة لكل اللعيبة كانت سلبية. ناقص إن شاء الله بكرة مسحة بإذن الله تكون سلبية. ويعود الإنتاج الحربي للدوري بكامل قويته إن شاء الله. الحمد لله بإذن الله كابتن هاني. ويعني نشكرين على الناس اللي كانت متعاصمة مع نادة الإنتاج الحربي في الفترة الأخيرة. وإن هي دعمتنا حتى ولو بالسؤال. لأن الموفق كان صعب جدا. وصلنا إلى الوقت من الوقت إن إحنا سبع ثمان نعيب اللي موجودين بس موجودين. فكان الوضع صعب جدا. واتحاده كفره برضو وأجل مطشي. ده أيدي يعني متسع من الوقت إن إحنا نبتدي نعيش الثباتنا في الفترة الأشرة بطيام. لأن أول مباراة اللي نأتيب النادي الأهلي يوم الجمعة الجاية بإذن الله يوم 14. كل التحية للليك وكل الجهاز الفني والإداري لفريق محترم زي فريق الإنتاج الحربي مع تمناتا بالتوفيق لك. وشكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. أستاذ سامي. من المشاكل اللي بتمر بيها وأعتقد إن إنتاج الحربي كان عنده مشكلة كبيرة إن عدد كبير. لكن نطمننا الحمد لله لموقفه على المستوى الصحي بالنسبة لللاعبين طبعا. طب نرجع لرؤيتنا كنا بنتكلم على الفرق. الفرق وإنت شايف من وجهة نظرك نتكلم برضو فنيا شوية. مين تقدر تقول الفرق اللي مش هتقدر خاصة الفرق اللي تحت مش هتقدر تحصل. أو وهي فرصها قليلة جدا جدا للبقاء في الدور الممتاز. لا وهو فسي مصر هو واضح جدا موقفه صعب جدا. لكن مش لوحده يعني برضو نقول برضو مصر المكاسة ووادي دجلة وطنطة. وطلق الجيش كلهم في نفس دائرة الخطر يعني. الفرق زي ما قال كابتان أحمد يعني ضئيل جدا بتكلم تسع نقاط يعني ثلاث مدشاط. يعني والتحدي هاي كلها هتبقى قوية جدا الفترة الجاية. المجموعة الوسط فرق الوسط يعني مش هتسمح لنفسها إن هي تخش في الدائرة دي. صحيح. فبالتالي هتبقى في منطقة قصوة على المجموعة الأخيرة دي. في النتائج يعني تعادلات مرفوضة الخسارة مرفوضة. لأن كل واحد هيخسر النهاردة أو هيتعادل. هو هتدخل نفسه في مزنق شديد جدا والوقت مش في صلحه. يعني فبالتالي أنا شايف إن يعني حتة التلت الأخير من جدول الترتيب. يعني في عدد كبير جدا مش كويس لصمة كرة المصرية. صراحة يعني يعني النهاردة. هي القصة كلها إن ويمكن برضو كابتان أحمد يقول لي الحتة دي إن فريق زي زي المقصة مثلا. فريق عنده إمكانيات وعنده لعيبة كويسة في مركز متأخر. بس يا كابتان هاني الاختيار. اختيار اللعيب. يعني مثلا ما تيجي ألبس يعني أنا بكلمك يعني. آه طب. يعني هو يعني يعني. قولي إحنا بندردش عادي. آه المقصة يعني يعني لازم تبقى متنسقة. مش أجيب فراودة وأسيب نص ملعب وأجيب اتنين وأسيب عندي مشكلة في مركز ده ومشكلة في مركز ده. فالمقصة عندها مشكلة كبيرة جدا في خطر وسط. وسط الملعب. وسط الملعب عنده مشكلة كبيرة جدا ما عندهش رقم ستة أصلا. يعني مش موجود رقم ستة. عنده مشاكل دفاعية كبيرة جدا. فأنت عندك المقصة الحاجة يعني كام بليه مكر في الفرقه. ما تجد تكلم على كام بليه مكر في الفرقه. حوالي تسعة أو تمانية. طب ليه يعني كل ده ليه. منافسة في طول الدوري بس. مش معنديش أفريقيا ومعنديش أكون فدرالية معنديش. ليه أنا أجيب تسعة تحت الفرقه. ليه أو تمانية تحت الفرقه. بتشوف الخريطة خريطة الفرق قدامك. وتقول أنا احتياجاتي واحد اثنين ثلاثة. ده أنت شايف. يعني طب حكمل معك السؤال ده. معنا تليفون مهم جدا. مع أحد الفرق اللي أنا شايف. إنها بتقدي في شكل جيد جدا. خاصة الأسابيع قبل توقف الدوري. معنا الكابتن أيمن المزين. طبعا المدير الفني لفريق طنطة. كابتن أيمن أهلا بك. وكل سنة وانت طيب. أهلا في قناة النادي الأهلي والبيت الكبير. خريطة كابتن الكرسنة. هل بكتغير. ومريد ساعدتك في حضرتك الكرام. وإن شاء الله يبقى ألطيت موسم خريطة. إن شاء الله. لسا بتكلم مع ديوفنا الكرام. على فرص الفرص الأوليلة. أو مين أقرب واحد. مش حيلحق يقعد في الدور المصري. بما أن كمان الجدول قريب أو الترتيب قريب قوي. عايزين نقول لك. انت شايف إزاي الفترة الجاية مع فريقك نادي طنطة. طبعا صعب أول نحن نحدث هوية الفرق الغطر. حتى لو فيها فرق رائبة لأسفرق صعب. لأن فرق بعض نطش يعوده. سمحي. لأن الدورة سيشتغل في فترة البداية أكثر. بداية الدورة أنا شايفة أنها ليس ستبقى عالية. طبعا نحضرت ثلاث شهور في فترة التوقف. أكبر فترة شهادة الكرى المصرية. السرقة ليس سيبقى. السرقة ليس سيبقى. السرقة العالية اللي كنا شايفينه قبل كده. فهذه فرصة أيضا للبعض السرقة. إنها ممكن تختف مصرات البداية. إذا كانت فرص بفرص بفرص كلها متساوية. يمكننا كطاردا لدينا مبارسة عباشرية. مع بيرها من البداية. فرص بفرص 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 إنها جاهزة. ومن خلفيها بشكل مريحوش. فرص بفرص 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 جاهزة. لكن في الأول والآخر، فرص متساوية سهل إستخطف بالبدايات. حضرتك يعني معروف أنك كمان رجل المهام الصعبة وأنك ممكن تتولى القيادة الفنية لبعض الفرق في مواقف صعبة جدا أو السعود بها من الدور الممتاز ألف إلى الممتاز به إلى ألف فبرضو طبعا نحييك على أدائك الفترة اللي فاتت وطمنا برضو على الحالة الصحية لفريق طنطا من ناحية طبعا الإجراءات الاحترازية والمسحات بالنسبة لكورونا طمنا وقلنا إيه حل الفريق دلوقتي الحمد لله كانت طبعا أول مسحة دينا طبعا أعطينا أربع حالات وبعد كده ثلاث حالات المسحة الثانية الحمد لله بل المسحة الثالثة في الحمد لله كل الحالات التالية نسا اجرينا مريще المسحة الثالثة ان شاء الله يوم ثمانيا عندنا مسحة اللي هي قبل المبارات برامد ان شاء الله leng jó فترة و شаг اللهه مبنان عليها نروح الاخد مبارات برامد بالإذن الله لكن احنا كل الحالات عندنا الحمد لله الأند kró بها وكل الأ Taste الشغالين بشكل كوي是啊 ان شاء اللهة بإذن الله عودة حميدة للدوري ونتمنى لك التوفيق لك الكل الفرق الى undergrad الانشاء اللهة المصرية في عودة الدورة بنرحب بيك ونشكرك على وجودك معنا شكرا يا كابتن أيمن طيب نرجع لحضراتكو تاني وعايزين سريعا كده نتكلم على المباراة اللي جاية يعني احنا ان شاء الله بإذن الله عندنا بكرة مباراة الزمالك والمصري ده ان شاء الله بكرة الساعة تمانية على استاد الجيش ببرج العرب شايفينها ازاي من ناحية الفنية طبعا بالنسبة لأنا شايفها طبعا مباراة مهمة جدا اللي هي افتتحها بعد غياب 140 يوم عن اي نشاط الزمالك لعب ماتشاط تجربية يعني عدد مش قليل المصري كذلك لعب لكن طبعا انا اتصور ان الزمالك فرصته اعلى في المباراة الاستقراره وعناصره الفنية العالية عن المصري اللي هو كان بيواجه بعض المشاكل من قبل التوقف يعني بدليل فرق الترتيب الزمالك عنده يعني حافز كبير جدا هو هيلعب مع الرجاء المغربي بعد شوية وبعد كم يعني شهر الجاي في طولة افريقيا وبالتالي يعني عنده يعني هذا الحافز بيعلي كتير جدا من مستوى الأداء هو طبعا عنده غيابات الزمالك عنده شوات غيابات خصوصا الاتنين المغربة اللي هما لسه منضمين المصر راجعين للتدريبات المصري في حالة استقرار شوية برص برضه عنده شوات مشاكل الكابت الطارق العاشري قادر ان هو يدير مباراة بشكل كويس اتوقع يعني حنشوف مباراة جيدة يعني تخلينا تفتح نفسنا انه على المشاهدة في الفترة الجاية لمباراة كبيرة جدا طبعا انا عايزة حي لجنة مسابقات في تحدي الكورة لتأجيل مباراة الانتاج وفسي مصر اللي طبعا الحالة اللي كان فيها فريق الانتاج ما تسمح لهش انه يكون على قرض الملعب ودي شيء من العدالة مطلوبة بس اتمنى كمان ان كل الفرقة تتم بالحالة الصحية اللي عبتها لا تتهاون في هذه المسألة اذا كان بعض بيفكر في عقوبات يعني احنا مش عايزين نوصل للمسألة مش عايزين نوصل للموضوع عقوبات لكن كل الناس تحبز على نفسها برضو ما يصحش ان اندية كبيرة مخترفة ويحنا بنكلم النهاردة في عالم احتراف ان هي يكون فيها هذا الحجم من الاصابات لاحقا ما يحصلش الكلام ده ان شاء الله وتحياتي للجميع ان شاء الله ونشوف موسم كويس ان شاء الله كابتن احمد رؤيتك لنادي المصري يمكن استاذ سامي تكلم على نادي الزمالك بالشكل اكبر نادي المصري وقيادة فنية بعطاقة جديدة بقيادة الكابتن طارق طارق العشري شايف المباراة زي؟ هو بص متشاطة الاولانية في الدورة دي انا بالنسبة للحافز اللعيبة هنا او هنا انت خلي بالك لما بتيجي تتكلم على الزمالك والمصري هنا عندهم مشكلة والمصري عايز يستغلها حتة الغيابات الغيابات انت بتتكلمش على واحد او اتنين بتتكلم على طارق حامد بتتكلم على عناصر اساسية عناصر اساسية كبيرة يعني كتير وفي نفس الوقت عندهم شباب طالع كويس يعني رسما فيصل اللي عمل متشاط والدية موجود فالمصري يعني احنا شفنا فعلا مستوى لعيبة الناشئين طالعين ما دي ما هي دي فرصة اللي لعبوه لا ما هي دي بقى الحاجة الايجابية لو لعبوا واستغلوا الفرصة تبقى حاجة تضيف بالنسبة له اما المصري المصري برضو ترتيبه في الجدول مش هو اللي هو بخصوصا ان هو كان في الكونفيدرالية وخرج وكابتن طارق جيمسي كونف ماتشي كونفيدرالية وخرجوا المركز العاشر دلوقتي اه لكن حتة التاكتيك هو مش باين بقى الكابتن طارق هيلعب الزي طبعا قدام الزمالك هيلعب برضو هيحدد مناطق ضغط معينة وابتدي اشتغل على المرتدان ويمكن المصري محتاج جدا في البداية ان هو ياخد نقط انه ياخد نقط محتاج جدا حتى لو طلع بنتيجة بظل الغيابات دي تتعادل مع الزمالك او حاجة هو كاسبان طبعا لكن انا شاي بالنسبة لي هي فرصة كبيرة جدا للناس اللي هي الشباب اللي في الزمالك وفي العيبة ما كانش بتلعب اساسي انه هو يتلعب في فترة جهة احنا كلنا نتمنى ان شاء الله عودة يا زي ما بيقوله عودة حميدة للدوري بكرة وطبعا احنا الجماهير خلينا واحد من الجماهير عندها طبعا يعني عندها شهوة كبيرة جدا لرؤية المباريات وعارفين ان الدوري المصري مع الاسابيع الاولى ممكن المستوى الفني ما يكونش كبير لكن اكيد عودة الدوري المصري شيء ايجابي جدا 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 كلنا منتظرين الدوري المصري بكرة وانطلاقته باذن الله في نهاية طبعا فقرتنا بنشكر استاذ سامي عبدالفتاح بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا كابتين احمد سامي المدرب القدير بنشكرك مبوح الله يبارك الكابتين نشكرك على وجودك معنا الفقرة خلست لكن بعد الفاصل فقرة جديدة وفقرة مميزة جدا اعتنضم لنا سهام مع واحد من نجوم النادي الاهلي في السبعينات وكابتيني وكان موجود كمدرب عام في كاس العالم تسعين مع الكابتين الله الرحمن وكابتين محمود الجاري كلنا في انتظار الكابتين فتح مبروك بعد الفاصل اشتركوا في القناة